مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء باردة نسبيا وبلغت العظمى في عمان 14 درجة مئوية من خلال صور الأقمار الصناعية نلاحظ تواجد كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية في سماء المملكة وتواجد لسحب رعدية ماطرة فوق الأراضي المصرية أما بالنسبة لخرائط الأمطار نلاحظ هطول الأمطار بدءا من المناطق الجنوبية تدريجيا هذه الليلة وتشتد وتصبح غزيرة مع ساعات الليلة المتأخرة ويوم الثلاثاء كما تمتد لأجزاء عديدة من المملكة هذه الليلة بتكون الأجواء باردة حيث تتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول الأمطار وقد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد في أجزاء مختلفة من جنوب المملكة ليلا وبتكون الأجواء غائمة جزئيا في مناطق في شمال ووسط المملكة وبتوصل درجة الحرارة لـ 8 درجات وارطوبة 99% غدا أجواء غير مستقرة وباردة مع زخات أمطار متوقعة تكون رعدية وغزيرة خاصة في الجنوب ومصحوبة بالبرد أحيانا وثلوج متوقعة صباحا فوق بعض القمم الجبالية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر في الجنوب وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 10 درجات وبالليل 7 درجات يوم الأربعاء أجواء باردة نسبيا وغالبا غائمة مع فرصة ضعيفة لبعض الأمطار صباحا وبتوصل درجة الحرارة بنهار 13 وبالليل بتنخفض لـ 6 درجات مئوية الخميس ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة واستقرار في الأجواء وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 15 درجة وبالليل لـ 8 درجات مئوية مننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليومي غد في باقي مناطق المملكة إربة 8 وغدا 14 عجلون 7 وغدا 10 جراش 8 وغدا احتمال تساقط أمطار 13 درجة مئوية المفرق 7 وغدا 14 الزرقاء 7 وغدا احتمال تساقط أمطار 14 درجة بتسجل درجات الحرارة فيصل 9 وغدا 11 مادبة 6 وغدا 10 درجات ومطار الملكة علياء 5 وغدا 13 درجة البحر ميت 13 وغدا 18 طفيلة 5 وغدا 8 الكرك 4 وغدا 9 درجات مئوية إمعان 5 وغدا 11 بتسجل درجات الحرارة بالعقب 11 وغدا 17 نهاية برويشد بتسجل درجات الحرارة 6 وغدا 16 درجة مئوية إذن ملخص الحالة الجوية تقص غير مستقر تتركز الأمطار جنوبا وتمتد في أجزاء مختلفة غدا أما تحذيرات الحالة الجوية الانتباه من تشكل السيول وخاصة المناطق الجنوبية الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الانتباه من الانزلاق على طرقات قمم المرتفعات الجنوبية العالية منتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عبدالي محمد شكرا مريان شكرا للمشاهدة